هذا التقييم كمان موجود في اختباء في تدريبات الدرس ولكن نحن نحلو كنوع من الملاجعة أول الشي عندي الأساس صرته عدد وظائفه الشق الموجب وهل هو قوي أو ضعيف ليش هون ما سألونا عن الشق السالب لأن الشق السالب في كل الأساس هو أو أرش سالب هلأ كمان أنا عندي أنه بني انتبه هلأ على أنه عدد وظائفه كمان هون مشان نراجح تفضل يا عبد الرؤوف مصطفى هيدروكسيد السوديوم عن A أو H عدد عدد وظائفه أحادي الوظيفة كيف حالفتك لماذا؟ لماذا؟ أحادي الوحش مو مكتوب جباشي فمعناتها واحد يعني أنا عندي أو أجش وحدة صح ما هو الشق الموجب يا عبد الرؤوف؟ N-A N-A شوف بيبقى أنه قلت شق موجب لازم أحط N-A وفوقه إشارته N-A زائد تمام؟ ما بحط بس N-A N-A زائد هل هو قوي أو ضعيف؟ أحسنت وإساس قبل طيب تفضل يا جابر أنور هيدروكسيد البوتاسيوم هيدروكسيد البوتاسيوم K-O-H أحسنت K-O-H عدد وظائفه؟ أحسنت أحسنت لماذا؟ لأن O-H واحدة صح O-H واحدة طبعا الصيغة K أبدأ بالآيون الموجب اللي هو K البوتاسيوم أنتهي بالآيون السالب اللي هو O-H السالب ثم الخطوة الثالثة تكافؤة تكافؤة البوتاسيوم واحد والهيدروكسيد واحد فإختصر تكافؤات والغية مع بعض K-O-H طيب ما هو الشقة الموجب؟ K-Z أحسنت هل هو قوي أو ضعيف؟ قوي أحسنت قوي تفضل يا محمد أحمد هيدروكسيد الكالسيوم N-C-C-A بين قوسين O-H أحسنت لماذا؟ لأنه أبدأ بالآيون الموجب اللي هو C-A اللي هو الكالسيوم ثم الآيون السالب اللي هو O-H خطوة الثالثة التكافؤات تكافؤ الكالسيوم اثنين تكافؤ الهيدروكسيد واحد بدلت بين التكافؤات صار عندي C-A بين قوسين اثنين كم هو عدد وظائفه؟ ثنائي الوظيفة الحمدية الوظيفة أساسية ثنائي الوظيفة الأساسية لماذا؟ لأنه O-H يحتوي على أنسي الثرتين موذرتين هون هذا موذرة واحدة O-H هو هو جذر يعني فأنا عندي وظيفتين أو تنتين من الو-H لدي تنتين أو اثنتين من الوظيفة الهيدروكسيد الو-H لما بقول ذرة يعني هيدروجين لحال أكسوجين لحال صوديوم لحال تمام؟ بس أنه السبب أنه أنا عندي تنتين من الو-H ما هو الشقة الموجب يا محمد؟ أنسي سيئة وموجب اثنين أحسن سيئة وموجب اثنين قوي أو ضعيف؟ قوي أنسي أحسن طيب تابعي يا محمد هيدروكسيد الأمونيوم أنسي NH4-OH أحسن طبعا الأمونيوم NH4 الهيدروكسيد OH تكافؤ الأمونيوم واحد تكافؤ الأمونيوم واحد فالتكافؤة تلغى هلأ ما عدد وظائفه؟ هذا ينسي لماذا؟ لأن الو-H واحد أنا عندي منها وحدة في الضيفة واحدة ومجموعة واحدة من الهيدروكسيد ما هو الشقة الموجب؟ أنسي NH4 موجب أحسنت هل هو قوي أو ضعيف؟ ضعيف ينسي ضعيف قلنا هيدروكسيد الأمونيوم هو الهيدروكسيد الوحيد الضعيف في كتابنا نعم ندرسه هذا الجدوى المهم أنا لازم أعرف شو يعني ثناء الوظيفة الأساسية شو يعني أحادي الوظيفة الأساسية أحادي الوظيفة الأساسية هيدروكسيد الصوديوم والبوتاسيوم والأمونيوم لأنه عندي من الوظيفة الأساسية OH يعني نسخة واحدة مجموعة واحدة من الOH أما هيدروكسيد الكاليسيوم وكذلك هيدروكسيد الميجنيزيوم وكل الهيدروكسيدات المعادن اللي تكافؤتين فهو ثناء الوظيفة الأساسية لأنه عندي تنتين من مجموعة الهيدروكسيد أو تنتين من الOH وقلنا كل الأسس قوية إلا هيدروكسيد الأمونيوم هو أساس ضعيف رابعا وخامسا واجب للأسبوع القادم أكتب صيغة الأساس المستخدم في صناعة كل من ما يلي الصابون السيراميك مواد معالجة التربية الحمضية وأقراص معالجة حموضة المعيدين كتبوه حاولوا يعني ولو اليوم تاخدوا نص ساعة تراجعوا فيها صيغة الأسوس وصيغة الحمود وشو يعني حمض قوي وضعيف وشو يعني أحادي الوظيفة الحمضية وأحادي الوظيفة الأساسية أحادي الوظيفة الحمضية فيه هيدروجين حمضي واحد ثلاث الوظيفة الحمضية فيه هيدروجينين حمضيين عندي بس حمضين حمض الكربون وحمض الكبريت هنا بثناء الوظيفة الحمضية لأنه في بصيغ طن تنتين من الهيدروجين وحاولوا تراجعوا لصيغ اليوم حتى إن شاء الله لما ندرس الأملاح تكون الأمور السهل